السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو درت لكم فقرة في مادة لغة الفرنسية لطلاب البكالوريا عن مجازر 8 ماي 1945 لما سأكد وي ماي 1945 إذا أعجبكم الفيديو ديروا الرايك لا تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وتفعلوا زر الجرس ليسي لكم كل جديد والآن نبدأ على بركتي الله 9 ماي 1945 المساكرة 8 ماي 1945 صانت في مجازر 8 ماي 1945 صانت على مجازر 8 ماي 1945 مجازر 8 ماي 1945 هي حدث لتريكي عظيم يبقى خاليدا في دير الشعب الجزائري ونسوش جعب في هذا اليوم يعني في سمين المي المترجم الاجرية الاجرية يسرط على كل الوطن الاجرية الاجرية لإعجابة الجزائري في كامل التوراب الوطني لتعبير عن فرحاته بانتصار الفلافة وانتسجده وانتصار الفلاحات التعبير عن فرحات وطن الاجرية لعدك المترجم الاجرية المترجم الاجرية للمترجم الاجرية وحرية وإستقلال الجزائري لكن في هذا اليوم ظهر الوجه الحقيقي للإستعمار يعني الذي لا يعرف لغة غير لغة السلاح والدم يعني ارتكب مجازر همجية ووحشية ومروعة في حق الشاب الجزائري والموجودة في غالما ستيف وخراطة يعني هذه المجازر كانت في هذه المناطق ونستعملوا أسلوب القمع والتقتل الجماعي يجب أن يستعملوا القوات البرية الجوية والبحرية أيضاً يجب أن يتخلوا كثير من المناطق وفي هذه المناطق يعني بعد هذه المجازر يعني أكثر من خمسة عبين ألف شهيد قتلوا جعلت الجزائريين يدركون وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر